الخبر الأول الذي عدنا عن عمر الكيلاني واستهزاء بريدر مصطفى فعمر نزل على حسابه بالإنستجرام هذا الستوري اللي طلبين من المتابعين أنه يكتبوا له أسامي رابرز وهو رح يعطي رأيه بيهم بعده نزل هذا الستوري لواحد من المتابعين كتب له اسم ريدر فيرد عليه عمر الكيلاني ترى أنه كاتب رأي بالرابر فقلوا لي اسمها رابر فقط فعمر الكيلاني يقصد أنه هو ما يعترف بريدر كرابر أوكي طبعاً مرح أعلق على الموضوع ولا حتى ريدر بغانية رهيبة حيرد ولكن عمر الكيلاني هو اللي حيرد على نفسه فخلونا نشوف عمر شنو يقول عن ريدر قبل فترة بسيطة تقريباً أهم سبحان مغير الأحوال قلت لي ما تعترف بيك رابر موه الخبر الثاني اللي عدنا عن مريانا وتهجمها على أحمد حسن وزينب فمريانا نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي بي مقطع على أحمد حسن وزينب ومغير الأنوان بالفوتوشوب مثل ما ملاحظين والأنوان نوعاً ما صار شوية قليل أدب وحط دائرة عن مشاهدات وكاتب خمس ساعات يلا نفهم فهوية من المتعبين أحمد حسن وزينب يعتبروا هذا الشي نوعاً ما استهزاء وتهجم بنفس الوقت أما بالنسبة للدائرة حول المشاهدات فمن الواضح أنه مريانا الضيجة من المشاهدات القليلة على مقاطعها بآخر فترة فهو يعتبره حسد وغيره مو أكثر فمادري صراحة أنكتبونا شو رأيكم بالكومنتات هل اللي سوته مريانا صح أو غلط لأنه نوعاً ما يعتبر تحريض الجمهور على أحمد حسن وزينب وخاصة أنه أحمد حسن وزينب هذه الفترة نقدر نقول هم مهتمين بمحتواهم ومطعمهم الجديد ومدخلهم بحد الخبر الثالث اللي عدنا عن نارين بيوتي فنارين نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا البوست اللي تعلن بي عن عودتها وسفرها للسويد طبعاً هي حالياً بدبي لما يعرف وهذا يعني نهاية قصة هوية موفلوكس فرح ترجع للسويد وهم ومبعدهم ليسهم رجعوا وازدقاء ولاغين الفولو بالإنستغرام فهل تتوقعون يا حباي ممكن يرجعون للبعض بالمستقبل ويصورون مقاطع أو هذي كانت النهاية الخبر الرابع اللي عدنا عن مريانا غريب وليش هي تشصير بوجهها مريانا نزلت على حسابها بالإنستغرام في شوية استوريات تشرح بيها ليش هي تشصير بوجهها انو كحباي طلع بوجهها صارت ثلاثة أيام تكبر وتكبر فعلى حسب ما اعتقدوا ان اذا ظلت تكبر مفروض ان تسوي لها عملية فادعو لها يا حباي بانو تقوم بالسلامة والله يشافيها وبس والله هنا وصلنا لهذه المقطع اتمنى المقطع يجاوكم لا تنسوا تحطوه لك تشاركوه بالقناة شانا اكم فيه دي زي مقاطعات مملكة القصص